اهلا وسهلا فيكم متابعين رح اقدمكم باقى من الاخبار المحلية والدولية والعالمية اللي تم تدوها خلال الاسبوع الماضي عقد جلالة الملك عبد الله الثاني ظهر الاربعاء لقاء قمة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر حسينية بالعاصمة عمان بحضور ولي العهد الأمير حسين في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين القيادتين الأردنية والفلسطينية وأكد عباس رفضوا صفقة القرن اللي ستطرح الولايات المتحدة الأمريكية وتأتي القمة في مرحلة حرجة للغاية إذا ما يتردد حول ما يواجه وجود وعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من تحديات ضمن صياق ما يسمى بصفقة القرن الأمريكية وفي خبر آخر راعى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد حفل تخريج دورة مرشحي طيران السابع والأربعين في كلية الملك الحسين الجوية وقام سمو ولي العهد بالتفتيش على طابور الخريجين اللي استعرض من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي وقلت سمو الأجنحة للخريجين ووزع الجوائز التقدرية على الأوائل الفائزين وإلى خبر آخر شهد الأسبوع نشاطات وفعاليات مختلفة للحكومة فزار رئيس المزراء الدكتور عمر الرزاز يوم الثلاثاء إدارة فرع عمان المركز وإدارة التقاعد لمؤسسة الضمان الاجتماعي لتفقد سير العمل والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين فيهما واطلع على شكاوى المواطنين مؤكداً للعمل في تحسين واقع الخدمات المقدمة لهم ووقع الرزاز وفريط الوزاري يوم الأربعاء على ميثاق الشرف لقواعد السلوك والإفصاح عن تضارب المصالح وذلك لتنفيذ البرامج والمشاريع والخطط اللي من شأنها تحقيق سياسات الدولة والأهداف الوطنية والعمل على رفع كفاءة الوزارات والدوائر المرتبطة بها وتفعيل دورها المؤسسة أمن الأردن من تألة لبنان أنا تعافيت قاومت المرض وغلبت هكذا كشفت الفرنانة اللبنانية إليسا عن إصابتها بمرض سرطان الثدي يوم الثلاثاء وحكت عن تجربتها في أغنيتها الجديدة تحت عنوان إلى كل اللي بيحبوني ونشرت إليسا الفيديو كليب لأغنيتها الجديدة عبر حسابها على موقع تويتر اللي فيه مقاطع صوتية لإلها بتتحدث وهي بتبكي عن إصابتها بمرض مميت وتبين خلاله كيفية تعملها مع الأمر وفي ختام فيديو كليب الأغنية وجهت رسالي لجمهورها من الفتيات والسيدات قائلة أنا تعافيت قاومت المرض وغلبته الكشف المبكر لسرطان الثدي قادر على إنقاذ حياتك لا تهملي واجهيه افعلي ذلك مش كرمالك كرمالي اللي بحبوكي تعرفة لما نتقول أنه رح أرجع شوف كل هالعالم عالم بتحبني اللي بحبوني ومن أخبارنا المحلية والدولية ننتقل لأخبار العالم والبداية من كاليفورنيا يجتاح كاليفورنيا أكبر حريق في تاريخ الحديث اللي امتد في شمال الولايات الأمريكية الأكثر تعدادا للسكان وقد سيطرت فرق الإطفاء على الحريق الذي سمي مندوسينو كومبلكس بمسبة 30% تقريبا وأسفر الحريق على سقوط قتلين على الأقل عم بكافح أكثر من 14 ألف إطفاء الحرائق المختلفة المندلعة في ولاية كاليفورنيا وقد تم إجلاء آلاف الأشخاص منذ بداية سلسلة الحرائق من كاليفورنيا لإندونيسيا جزيرة لنبوك تحديدا بات أكثر من 70 ألف شخص مشردين ينامون في ملاجئ هشة وسط نقص الطعام ومياه الشرب والأدوية بعد ثلاثة أيام على الزلزال اللي ضرب جزيرة لنبوك الإندونيسية وأد الزلزال بقوة 6.9 درجات اللي وقع مساء الأحد إلى مقتل ما لا يقل عن 105 إندونيسي مثيراً مشاهد ذعر بين السكان والسياح كذلك تسبب الزلزال بإصابة 236 شخص بجروح خطيرة إضافة إلى تضرر عشرات ألاف المنازل يؤسفني سماع هاي الأخبار بعد ما زرت جزيرة لنبوك وشفت جماليات تفاصيل الحياة فيها وبحب أشارك معكم بعض المشاهد اللي التقتها أثناء زيادتي للجزيرة واللي عم نشوفها هالدف هاي الأخبار اللي اخترت لكم إياها لهذا الأسبوع وبلاقيكم الأسبوع القادم بأخبار محلية دولية وعالمية جديدة ومنوعة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر